موسيقى اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة اسماك الزينة حلقة النهاردة انا اجيب لكم 8 سمكات هيبقوا من الاسماك المهمة جدا اللي احنا هندخلها معنا جوه الاحواب بتاعتنا اللي هتقوم بتنظيف الحوض من بواق الطعام وتنظيف الحوض في نفس الوقت من التحالب الموجودة معنا 8 سمكات اتمنى ان كل واحد يركز في السمك اللي احنا هنعرضه الوقتي بحيث ان انت اذا كان احوادك نباتية او غير نباتية يعني احواد مزروعة وغير مزروعة مهم جدا نبدأ بهم اول سمكة معنا هي سمكة الكاتفش ومن الاسماك الرائعة جدا في جميع الاحوال ومع جميع الاسماك يعني يعني بس نبعد شوية عن السيكلة الامريكي اللي هو زي الاوسكر والريد ديفل والججورن هي سمكة صغيرة بالنسبة لهم فعلينا هيكلوها ويلتهموها عادي جدا لكن انا باتكلم على الاسماك الانجل والاسماك المسالمة وبالاحواض اللي هي النباتية اللي زي حضركم شايفينها في الحوب بتاعي اللي هو المزروعة سمكة سريعة جدا وسمكة نموها لايتعدى الاربعة سنتي وبتاكل كويس جدا 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 فضلات الطعام اللي بتبقى موجودة على ارضية الحوض ودي من الاسماك اللي انا برشحها لجميع الاحوال مع عادة الحوض اللي هو اه الحوض المفترس اللي هو بيبقى فيه اسماك مفترسة اه اسماك مفترسة هيبقى ليها اه سمكة تانية هجيبها لكم كمان شوية السمكة التانية اللي معنا النهاردة سمكة مهمة جدا برضو بس اهميتها في الاحواض اللي بتبقى احواض نباتية وهي سمكة سمكة رائعة جدا 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 في الاحواض المزروعة بتاكل التحالب اللي بتتكون على النباتات بتاكل التحالب الخضرة اللي هي لسه بتبدأ في النمو بتاعها بتلتهمها وبصراها سمكة مهمة جدا جدا في الاحواض المزروعة ولو انت حودك مش مزروعة هتستخدمها هتبدأ تستغلك على الازاز وتاكل التحالب اللي بتتكون على الزجاج بتاع الحب بتاعك سمكة رخيصة سمكة مسلمة سمكة ما بتعملش مشاكل مع الاسماك التانية برضو هتبقى صعبة اللي انت تستخدمها مع الاسماك المفترسة او الاسماك اللي هي السيكلت الامريكي السمكة التالتة اللي معانا النهاردة سمكة انا عن نفسي بحبها جدا اللي هي القرش قز قزح سمكة رائعة جدا والوانها جميلة جدا وسمكة بتعم في ارضية الحوض ويتأدي نفس الغرب بتاع اي سمكة بتاكل الفضلات بس دي الميزة بتاعتها نهاية سمكة فعلا ملونة زي من شايفين في منها اللي هو اللون البني الغامق مع الدل الأحمر وفي منها السمكة البيضة اللي عينها حمرة فهي من السمكة الرائعة في الحب بتدي شكل جمالي وفي نفس الوقت ليها وظيفة مهمة جدا وهي الفضلات وبواق الطعام بتبدأ تاكلهم وبتبدأ تقلب لك الجرش بتاعك بس تقليب مش اللي هو بتبنيه بتهد الحب بتاعك لا هي بتقلب الحب بتاعك تقليب خفيف بحيث ان انت ما يبقاش في تراكم للفضلات موجود وبتدخل بين القواقع ولو انت عندها القواقع في الحب وبتاكل الفضلات فيها السمكة الرابعة معنا النهاردة هتبقى سمكة مهمة جدا ومعروفة عند كل الناس وهي سمكة البليكو سمكة انا نزلت عليها حلقة قبل كده احنا هنختار السمكة اللي هي تلاتة سنتي اربعة سنتي السمكة مهمة جدا في جميع الاحواب بشرط واحد ان انت لازم تغذيها الغذاء بتاعها وهو قطعة من الخيار بتحطها لها كل يومين تلاتة قطعة صغيرة هي بتعيش عليها وبعد كده بتقوم بالوجاة بالتنظيف بتاعة الحب يعني دي مش بنزيل سمك القابلية السمك القابلية ممكن تستغل عن الاكل بتاعها ولكن هو برضو بتغذى مع الطعام لكن دي لازم تدي لها الوجبة الخضار بتاعها وهي بتتمثل في القطعة من الخيار بعد ما بتاكلها هي بتبدأ بقى تشتغلك في الحوض وتنظف لك اللي هو سطح النباتات وتنظف لك الازاز وتمسح لك الازاز وسمكة مشهورة جدا 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 ومعروفة في جميع الاحواب اهم حاجة الغذاء اهم حاجة انها ايها اربعة سنتي تلاتة سنتي اهم حاجة نبعدها شوية عن سمكة الجولدن فيش ان هي بتحب جدا تلعب مع الجولدن فيش وتمسك في جسمها وتسحب المادة المخطية اللي عندها وتأذيها في بعض الاحيان عشان كده انا مطول شوية اللقطة بتاعت البليكوس توماس عشان بنبه بس عليها مع الاسماك اللي هي تعتبر زي الجولدن فيش لكن غير كده هي تمسح لك الازاز كويس جدا جدا لو احجامها صغيرة عشان بتبقى وهي احجامها صغيرة بتبقى سريعة جدا وحركتها نشيطة غير لما بتكون كبيرة ان دي بيوصل لانها احجام كبيرة جدا 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 وبتتربى في البرك فانها هيكمل حتة دي بس انا بتكلم ان احنا تلاتة سنتي اربعة سنتي اربعة سمكات في الحب منها هتلاقي الازاز بيتمسح وهتلاقي كل حاجة مظبوطة عندها رقم خمسة بقى ودي السمكة اللي هي الكولولدش السمكة الكولولدش ديت سمكة زي التعبان مسهورة جدا 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 في الاحواض النباتية دي مش هتربى مع الاحواض العادية لو انت اصلا عندك احواض عادية بس بيقى فيها جوبي والمولي سورتير والبلاتي ماشي احنا هنربيها دي هي شبع التعبان بالزبط سمكة شكلها جميل لكن انت مش هتشوفها كتير جوه الحب من الاسماك اللي هي باستخبى نشيطة في الليل آآ بتاكل كل ما هو متعلق بالتحالب والفضلات موجودة في الارضية الحضوى على النباتات لكن هي سمكة غالية شوية لكن هي من الاسماك اللي هي لا غنى عنها في الاحواض النباتية او الاحواض المزروعة وسمكة رائعة الجمال بس لو انت شفتها جوه الحب بالصدفة ان دي سمكة حضرتك بتكون مستخبية ودايما نشاطها بيبقى بعيدة عنك تماما يعني انت فين وفين ممكن تبص عليها وتشوفها هي بتاكل اي طعام بتاكل اي اكل وبتاكل فضلات الاسماك وسمكة رائعة جدا 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 مشكلتها بس ان هي سمكة غالية شوية سمكة نادرة شوية في الاحواض ومش مشهورة كتير لكن وظفتها رائعة جدا في الاحواض النباتية اه اتمنى انتو برضو تقرؤوا عنها انا اديت لكم لخص سريع عن السمكة دي لكن انا عن نفسي بحطها مع الاحواض النباتية نعم ما بشوفهاش لكن بلاقي دايما الحوض عندي فعلا نضيف مفهوش اي مشكلة نهائي اذا كان عندي فضلات الطعام او في بعض الطحالب اللي بتطلع لي على الزرع او النباتات هي سبحان الله بتقوم بتاكلها وبتخلصها السمكة الرقم ستة عندنا بقى ودي الكلون لوتش ومن الاسماك اللي هي اعتبر اسمها من الاسماك المهرجة سمكة رائعة جدا 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 ومن السمكة اللي هي بتكون عايشة في قاع الحوض وبتاكل كل ما هو طحالب كل ما هو بواء طعام كل ما هو اي حاجة في الارض هي هتقوم بها عكس بها من اللي هي حركتها وطريقة السباحة بتاعتها رائعة يعني ممكن تلاقيها بيتعم بجنبها وبتعم اه رأسي وبتعمل فعلا مهرج وهي شكلها مهرج والوانها جميلة جدا واحجامها ممكن تتعدل تسعة سمتي جوه الحوض والتمانية سمتي والسمكة اتمنى فعلا تبقى مشهورة جوه الاحواض ان انت هتستمتع بالفعل بتربيت السمكة ديت سهلة ملاشم الطالبات بتعيش مع كل انواع الاسماك مع عدى الجنبري مع عدى الاحواض اللي هي المزروعة بالنباتات زي النجيلة او الكربت اللي احنا بنقولها النباتات الخفيفة ان هي ممكن تفحر عليها وتشيلها من جزورها في عين بالتالي وجودها مع النباتات هيبقى النباتات اللي هي العدام بتاعتها تبقى اه نشفة شوية في ارضية الحوض او زي الجافافيرن اللي موجودة في الحوض قدام كل مربوطة على الخشب المتحجر لكن سمكة رائعة سمكة جميلة اه مش غالية شوائية هي متوسطة في سعرها لكن لا غنى عنها جوه الاحواض المزروعة او الاحواض العادية مسالمة جدا مع الاسماك الانجيل مسالمة جدا مع الديسكس مسالمة جدا مع كل الاسماك الولودة ما بتعملش اي مشاكل جوه الحب بتاعنا واتمنى ان انتم فعلا تبصوا عليها وتقروا عنها ان انا بديكم لخصات عن الاسماك مش موسوعة كاملة عن كل نوع من السمك درجات الحرارة تعتبر واحدة مع جميع انواع الاسماك مش شرط ما لاشم الطلبات كتير وبالتالي سمكة رائعة جدا مع التربية رقم سبع معنا بقى اللي هي كوقاعة اسمها زيبرا سنايل مهمة جدا 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 شوف انا بقول لكم جدا ادي ايه لحد اما العلقة بتاعتها تخلص ليه التحالب البنية التحالب اللونها بني اللي موجودة تبقى متكونة على ارضية الحوض وعلى الزلط على الحوض او جوانب مطرح السيليكوم بتاع الازاز حضرتك تجيب من دي تلات اربع قواقع وسعرها رخيص جدا زيبرا سنايل وانا كتب لكم اسمها هو على الشمال عشان تسألوا عنها سمكة هتخلص لك موضوع التحالب اللي لونها بيبقى لونها بني او تحالب لونها بيش كده بتطلع لك على ارضية الحوض والتحالب دي اصلا بتطلع في الاحواد اللي لسه بيكون جديدة حضرتك هتشتري دي هتنسى تماما موضوع التحالب وللأسف الكوقعة مش هتلاقي حاجة تاكلها لكن هتاكل برضو التحالب اللي بتكون على الازاز الحوض اه اتمنى انتم تجيبوها سهلة جدا في التربية وبتتفرق في جهو الاحواد بتلاقيها ان هي طلعت البيت فوق المية فجأة بعد ستين يوم بتلاقي كواقع صغيرة مالة الحوض من كوقعة الزبرا سنايل ملهاش اي اي مطالبات نهائي في المية ولونها جميل جدا وحركتها جوه الحوض رائعة انا بس ممكن كان الفيديو بتاعها انا عندي منها حوالي اربعة او خمسة كنت ممكن اورهم لكم شكلها عامل ازاي بس مش عارف اجيبها دلوقتي نشاطها بيكون ليلي شوية عشان كده اتمنى ان انتم فعلا تتجهوا للكواقع دي في الاحواد اللي هي بتكون فيها بداية ظهور التحالب البنية وخلصت التحالب عندك هي تبدأ تشتغل بقى لو حدك فيه نباتات هتلاقى مشت على النباتات وتنضفها لك هتبدأ تمشي لك على الازاز وتمسح لك الازاز هتبدأ تمشي لك على ارضية الحوض ولو لقيت اي فضلات موجودة هتبدأ تلتهمها فين بالتالي هتبقى نشيطة جدا معاك بعد التحالب لما تخلصها اللي هي اساسها التغذية بتاعتها التحالب البنية مش شرط ان هي هتعجز على الاكل بنهائي ده هتفضل تاكل في اي ما هو مضر جوه الحوض بتبدأ تتغز عليه وتعيش عليه وتتقاصر زي ما انا قلتلكو جوه الحواب عادي جدا سعرها رخيص ما لهاش اي متطلبات نهائي اي حاجة من القواقع ما بقاش لها اي متطلبات في الحوض نهائي درجة الحرارة بتاعتها هي نفس درجة الحرارة اللي انت بتمعيش فيها السمك بتاعك عادي جدا ما عندناش اي مشكلة معاها رخيصة سهلة بتقوم بالوظيفة التنظيف ودأكل التحالف في منتهى الروعة وفي منتهى الجمال اتمنى انتو تحطها جوه الحواب بتاعكم مش هتندموا صدقوني هتنسوا خالص اي حاجة اسمها اه تحالب زهرت عندي جوه الحوض اه سعرها رخيص جدا مش غالية اه متوفرة في جميع المحلات لكن بس هو عشان احنا مش متعودين عليها عشان كده نسعيب لكم الاسم بتاعها زبرا اسناير دي كانت الرقم سبعة معنا السمكة الاخيرة بقى بتاعتنا وهي الشرمب امانو شرمب امانو شرمب احفاظوا الاسم ده كويس جدا رائعة جدا جدا في الاحواد النباتية اي تحالب موجودة بتخلصها هي ما بتعيش الغير على التحالب حضرتك لو انت عندك احواد اه نباتية هتكون رائعة جدا معاها لو عندك احواد مش مزروعة هاحواد فيها جوبي والموني وسورتيري والبلاتي والحاجات الصغيرة دي عادي عايشة معاهم وهتاكل معاهم وهتشلك اي ما هو تحالب جوه الحوض امانو شرمب يا جماعة من الاسماك او من الشرمب المهم جدا جدا لانت تربيه وبالاخص في الاحواد النباتية يعني انا يعني انا برجح لاي حض مزروعة فعلا لازم يكون عندك الامانو الشرمب هتطلع لك على الفلتر وهتمسحه لك هتطلع لك على اي حاجة كونت عليها تحالب وهتخلص لك منها نهائيا شكلها جميل وبتتكسر بكمية رائعة وحجمها بيكبر في الحوض يعني مش بتبقى احجامها صغير زي الشرمب اللي احنا بالربيه عادي عشان كده انا مهتم جدا ان انتوا تشوفوها مهتم جدا ان انتوا تقرأ عنها مالاش مطلبات طبعا انا بجيب لكم الحاجات اللي مالاش مطلبات او الحاجات اللي هي سهلة في التربية اه كتير مننا يعرفها وكتير مننا برضو اكيد ما يعرفهاش عشان كده انا عامل الحلقة ومقسمها على ثمن سمكات اتمنى يكون الحلقة عجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة